وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بالمشروعات الجارية تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والكهرباء والقيم بعمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد عمر عاد الحسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد كما تطرق الاجتماع في هذا الصياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة صرقة الطيار الكهربائي في إطار الدستور والقانون حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية